تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 668 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات تقدر ب570 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 79 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبايع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 487 طن أما في مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أربعة أطنان وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 668 قضية من بينها 218 قضية خبز ناقص الوزن و227 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجالي القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 18 طن اشتركوا في القناة